اهلا بكم في اولى نشرتنا الاقتصادية افتح مع علي شيخ محمد بن عيسى الخليفة رئيس مجلس ادارة تمكين معرضا للوحات الفنية من اعمال الدفعة الاولى المكونة من 17 فنانا ضمن برنامج فن البحرين عبر الحدود باب قبل المعرض الافتتاحي في لندن وقال رئيس مجلس ادارة تمكين بان تمكين تعمل لدعم المؤسسات والافراد البحرينيين عبر جميع مراحل نموهم حيث يعتبر ذلك امرا رئيسيا لتستطيع تمكين تحقيق هدفها المتمثل في جعل القطاع الخاص العنصر الرئيسي لتحقيق نمو في المملكة ومن ضمن ذلك يجب توفير الفرص الى البحرينيين لكي يستطيعوا الوصول الى اسواق تتعدى حدود المملكة ولذلك يمثل دعمنا لمبادرة باب مؤشرا حول توجه تمكين لدعم جهود البحرينيين والعمل معهم لكي يستطيعوا ايصال المنتجات القيمة البحرينية الفريدة الى جمهور اكبر واوسع اشتركوا في القناة